فهو دره به نور به ترقى به تحيى عالما حرا فخور احمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا مع الإسلام كالشاشة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله فصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبنا يا رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته حيث يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ حُسْنَ الْخَاتِمَ وَأَنْ يُخْتَمَ لَنَا بِلَا إِلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ محمد رسول الله آمين آمين أما بعد نتبادل اليوم أطراف الحديث في آية في سورة البقرة قد يحصل عند السامعين أو القارئين لها للوهلة الأولى شيئا من عدم الفهم و شيئا من عدم إدراك عمق المعنى الآية أربعون والآية سبع وأربعون من سورة البقرة الآية أربعون من سورة البقرة لأول مرة يذكر الله عز وجل بني إسرائيل في الآية رقم أربعين ولاحظوا أن الرقم أربعين له علاقة ببني إسرائيل فموسى عليه السلام فارق قومه أربعين ليلة ثلاثين ثم أتممناها بعشر وتاه بني إسرائيل في الصحراء أربعين سنة وبالتالي يبدو هذا الرقم له سر مع بني إسرائيل لكن ليس هذا هو موضوعنا موضوعنا الآية أربعون والآية سبع وأربعون الآية أربعون يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم لأول مرة يخاطبهم الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة كأنه خطاب عتاب عندما تتكلم مع إنسان تقول له تذكر ما قلته لي معناته هو ناسي يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي إمتى بتقول له واحد أنت وفي بالعهد إذا كان موفي بتقول له وفي لا متى تقول لإنسان وفي بعهدك يا أخي إذا أخلف العهد وإذا نكث العهد إذن بنوا إسرائيل البعض يظن أن هذه الصفحة وهذه الآيات آيات مدح سنعلم اليوم أنها ليست مدحا وإنما ذنما والدليل أن الله سبحانه وتعالى سيعلنها في سورة البقرة أنهم باءوا بغضب من الله في حدا يبوء بغضب ويكون في مجال المدح أبدا طيب قبل أن ندخل في صلب الموضوع أريحب أن أفرق بين قضيتين القضية الأولى عندما الله عز وجل يأتي بكلمة وإذ يختلف معناها عن وإذا أو فإذا يعني اليوم يا أيها الذين آمنوا إذا نوضيت للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة ماضي ولا مستقبل فإذا قضيت مستقبل إذن إذا بدأ الكلام بإذا ولم تكن شرطية الكلام هنا عن المستقبل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا واضح؟ لكن عندما تأتي إذ إذ كما سنقرأ اليوم تتكلم عن شيء حصل في الماضي عن شيء حصل في الماضي الأمثلة كثيرة اليوم إن شاء الله من الصفحة التالية الأمر الثاني وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ الكلام لبني إسرائيل أليس كذلك؟ نعم هل فضل بني إسرائيل على العالمين؟ نعم الآية تقول هذا لكن ما معنى التفضيل؟ هنا يدخل الإنسان في من ليس عنده علم في اللغة يفهم الآية فهما مغلوطا يقول يا جماعة أنتوا هاي ربنا انفضلهم على كل الخلق ربنا انفضلهم على كل الخلق يعني هم أحسن الخلق لا مش صحيح فضلوا نعم هم خير لا إذن الخيرية تختلف اختلافا كبيرا عن الفضل والأفضلية حتى نفهم المعنى أحيلكم إلى هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة الكرام في مجلس علم فيأتي واحد واحد يدخل على المجلس لا يجلس يلتفت يمينا ويسارا ثم يغادر فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل كان يطلب عونا كان بده مساعدة فلما انتهى من حديثه قال من كان عنده فضل طعام أو فضل زاد فليعد به على من لا فضل له ومن كان عنده فضل لباس فليعد به على من لا فضل له ومن كان عنده فضل ظهر ركوبة فليعد به على من لا فضل له أو على من لا ركوب له على من لا لباس له على من لا طعام له يقول الإصحابي حتى ظننا أنه لا حق لأحدنا في فضل عنده إذن ما معنى الفضل؟ الزيادة إذن التفضيل ما إلو علاقة بالخيرية أبدا التفضيل أنا بعطيك شيء زيادة عن غيرك شو لازم أتوقع منك أنا؟ يعني أنت موظف عندي في الشركة وأنا عم بعطيك أفضل من غيرك عم بعطيك أشياء زيادة على غيرك شو أتوقع منك؟ تردليها إيش؟ إخلاص حب للعمل حرص على العمل حرص على إنجاح الخطة البيع المخزون تحافظ كأنها شركتك أنا عم بفضلك عن الناس إذن التفضيل المذكور في الآية إعطاء هذه الأمة أشياء لم تعطى لأقوام سبقتها ولا لحقتها ليس لأنهم خير منهم لا وإنما لأن الله يعلم أنهم لن يردوها إلا كفورا من باب إثبات لهم أن نمدكم ثم تكفرون النعم لاحظوا إذن وأني فضلتكم على العالمين هذا كناية عن تذكروا لما لا توفوا بالأهد أني أنا فضلكم وأعطيتكم 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 أحد قبلهم ولا بعدهم الأولى وإذ وإذا وإذ نجيناكم من آل فرعون ماذا كان فرعون يصنع بهم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فرعون كان يقتل بالتذبيح الصبية الذكور ويترك البنات جواري يستعبدهن فالله عز وجل أخرج بني إسرائيل من هذه المصيبة هاي أول فضل شو المفروض يردوها سمعنا وأطعنا لكن لاحظوا رقم تنين فرعون لما خرج بني إسرائيل لحقهم وجنوده ماذا فعل الله لبني إسرائيل وإذ فرقنا بكم البحر في أمة فتح لها البحر غير أمة بني إسرائيل أبدا ومش بس هيك نجاهم الله عز وجل وجعل أعداءهم يسعون وراءهم ورأوا هلاك أعدائهم بأعينهم ومع ذلك لم يؤمنوا ومع ذلك لم يؤمنوا لما رأوا أقواما يسجدون لأصنام قالوا يا موسى نريد أصناما كما لهم أصنام تخيلوا هل في أمة أخذت زيادة كما أخذوا هذا المثال الثاني الزيادة العطاء حتى أخذ منك ماذا الولاء أنا أعطيك حتى تردها احتراما وتوقيرا وإيمانا لكنهم لم يفعلوا إذن وأني فضلتكم على العالمين هذه ليست مدحا بل ذمّا اقرأ السياق ما قبل وما بعد الثالثة الثالثة وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة موسى عليه السلام غادر قومه للقاء الله كم ليلة؟ أربعين ماذا؟ ليس أربعين سنة ولا أربعين شهرا ولا أربعين أسبوعا أربعين ليلة شهر وعشر أيام ماذا فعلت بني إسرائيل؟ عبدوا البقرة عبدوا العجل في أربعين ليلة في أربعين ليلة لو أنك كنت صاحب قرار أنت أنت ماذا تفعل بهم؟ أترك الجواب لكم لما عاد موسى ووجد هارون ولم هارون ماذا قال له هارون؟ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني القومة يعني ولا واحد شذ عن القاعدة كلهم كفروا ما الدليل؟ موسى يقول لله سبحانه وتعالى إني لا أملك إلا نفسي وأخي هذا بالقرآن أنا وأخوي والباقي عبدوا العجل الله عز وجل يعطيهم الآن غفران هذا فضل فضلتكم على غيركم سامحتكم مش ينالكم إياها ربنا شو بقول في الآية؟ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون شكروا أبدا اللي بعدها طيب وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا لاحظ وإذ 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 اذكروا 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 شو عملتوا وشو عملت لكم وزدت لكم وفضلتكم وأعطيتكم حتى أخذ منكم شيئا واحدا التوقير لله سبحانه وتعالى ما فيه هدول سبعين عالم ذهبوا مع موسى للقاء الله في لقاء غير اللقاء الأول سبعين أحسن الموجود زي ما نقول إحنا في لغات الفلاحين وجه البكسة صفوة المجتمع لما صاروا مع موسى شوب يا موسى نتق الله فوقهم الجبل كأنه ظل ثم قالوا يا موسى لن نؤمن حتى نرى الله جبلنا الله نشوفه بعينينا المجرد المجرد بن آمن أثاروا غضب الله سبحانه وتعالى فأخذتهم ماذا الصائقة ماتوا قتلهم الله كلهم أمام موسى وأمام بعضهم البعض قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون السبعين موسى في موقف زي موقف سيدنا موسى شو بد يقول يا رب كيف أعود لأهلهم وذويهم أنا ذهبت وحدي فعبدوا العجل الآن ذهبت بأسيادهم وعلمائهم أرجع بدونهم يا رب فاستجاب الله لموسى وفضلهم أن أحياهم مرة أخرى أمام أعينهم ماذا قال الله عز وجل قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون يعني بعث الجميع أمام أعين الجميع بدكم آيات أكبر منها الآيات حتى توقنوا وتذعنوا لله سبحانه وتعالى لو قلبت الصفحة اللي بعدها شو بتقول بتقول لما كلها النعم كلها التفضيل هالتفضيل ولما قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ماذا قالوا أدعو لنا ربك الله أكبر أدعو لنا ربك حتى كلمة ربنا لم يقولوها وأني فضلتكم على العمي أعطيتكم وإذ 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 كرم كرم زيادة 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 ثم تردوها علي بهذه الطريقة ماذا كانت النتيجة وفي سورة البقرة أن الله أشهد المخلوقات أنه قد غضب على بني إسرائيل وأن هذا قانون يسير على كل قوم يفعل فعل بني إسرائيل فمن أنكر وجحد نعم الخالق استحق غضبه لكن كبني إسرائيل لا أحد شفت يا إخواني إيش معنى آية رقم 47 في سورة البقرة وأني فضلتكم على العالمين واحد من العلماء جاب لنا إياها بطريقة النكتة هكذا قال يعني بني إسرائيل بني إسرائيل دائما يشكو يا أخي الناس ضدنا الناس ضدنا رحنا على ألمانيا ضدنا أوروبا ضدنا كنا في عند الغرب ضدنا عند العرب ضدنا الكل ضدنا فواحد بيقول يعني كل الناس غلط إلا أنتم إذا الكل ضدك وين الغلط هذا واحد اثنين أيضا من تفضيل الله لبني إسرائيل يعني الزيادة على غيرهم أنه أرسل لهم أنبياء كثر يعني من الخمسة وعشرين نبي ورسول اللي موجود في القرآن أكثر من نصفهم لبني إسرائيل هذا زيادة ولا من الزيادة تفضيل ولا مش تفضيل عن غيرهم نعم فضلوا لكن هل هذا مدح ولا ذن كيف ذن أنا أبعطيكي يعني واحد جايب لابنه عشر مدرسين رياضيات شو معناته ابنه وضحت عشر مدرسين رياضيات ومن يجحش معناته المشكلة في مين مش في المدرسين إذن كثرة الأنبياء لبني إسرائيل ليس دليل صلاح بل دليل أن الفطرتهم تفسد بسرعة إذا كان في أربعين ليلة ليست الفطرة فسدت العقيدة فسدت بدل ما كانوا موحدين عبدوا باقارة مصنوعة من ذهب خيل تخيل إذن هذا هو معنى قول الله عز وجل هذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ هذا ليس معناه الخيرية التفضيل إذن كما جاء في آية أخرى حتى ننهي التفصيل وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْق إيش يعني فضل بعضكم على بعض فِي الرِّزْق يعني في ناس رزقهم أزيد من ناس هل معناته هدول الناس أفضل من الفقراء خنقول بلاش أفضل هل هم خير من الفقراء لا هم أفضل في الرزق نعم خير من الفقراء لا هل كان في مجتمع قريش ناس أغنى من محمد صلى الله عليه وسلم نعم هل هم خير من محمد لا إذن الفضل والتفضيل لا علاقة له بالخيرية إنما هو علاقته بالامتحان المتوقع منك إذا أعطيت أن تفعل أكثر ممن لم يعطى يعني الغني متوقع منه أن ينفق وأن يتصدق وأن يعمل وأن يخدم إذا هيئ له هذا الأمر أكثر من الفقير وبالتالي إذا لم يفعل كان هذا المال نقمة لا نعمة فهمتم قصة قارون لما قال للناس إنما أوتيته على علم لم يقل من الله أنا فهمان أنا شاطر التجارة شطارة وأنا بجم هكذا كان يظن ماذا انتهى به الأمر فخسفنا به وبداره خسفه وداره وماله معه إذن لما إبليس طلب منه أن يسجد لآدم ماذا برر لله رفضه السجود قال أنا خير منه من قال لك الخيرية يا إخوة وهذا ما أريد أن أختم به الخيرية عندما تكون فلان خير من فلان لا يوجد إلا عنصر واحد تكون أنت في كل خير أكثر من غيرك ألا وهو الإيمان إن أكرمكم عند الله أتقاكم كنتم خير أمة أخرجت للناس السبب تؤمنون بالله الإيمان هو الذي يرتقي بك لتكون خير إبليس ظن أنه خير من آدم لأن خلقه مختلف عن خلق آدم قال أنا خلقتني من نار وخلقته من طين ومن قال لك أن نارك خير من طينه من أين لك هذا؟ من أين لكم يا بني إسرائيل أن تقولوا نحن شعب الله المختار نحن خير البشر من قال لكم ذلك؟ الإجابة على هذا في سورة البقرة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب القضية ليس بأمنياتكم يا مسلمين ولا بأمنيات أهل الكتاب الخيرية عند الله بخيرية التقوى لا بخيرية اللون ولا بخيرية المستوى الاقتصادي ولا بخيرية الموقع الجغرافي إنما كما قالت الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذن يا إخوة الظرف الآن الذي إذا عيش فيه الأمة الإسلامية فيه من الصيادين يصطادون المسلمين في عقيدتهم من خلال عرض هذه الآيات ونشر بين الشباب شوفوا يا مسلمين هاي رب نفضلهم عليكم ليش أنتم ما تكونوا زيهم خلاص أنت ما لكم موجود مفرقين ضعفة لستم خيرين لا يا أخي وقف أنت تفهم الآية فهما مغلوطا لذلك أنا قلت وأعيد لا تأخذ آية من سياقها وتخرجها خارج السياق وتبدأ تتكلم عنها مش صحيح إنما تأخذ الآية في السياق ما قبل ما بعد السياق العام الموضوع العام ثم تأخذ النتائج بعد ذلك وإلا لما نقول الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة يجي واحد يقول لك إحنا مش ممكنين في الأرض ما في إقامة الصلاة بصير بصير نأخذ آية من سياقها ونقول هيك معناها أبدا لا يجوز وهذا حقيقة الآن فن في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يلوثون فكرة وعقيدة المسلمين لا إحنا ونحن أمة واحدة لنا عقيدة واحدة نفهم رسالة الإسلام أنها رسالة أخلاق أنا لست خير منك ولا أنت خير مني ولكني أختلف عنك وأنت تختلف عني أما الخيرية فلله هو الذي يعلم من هو الخير وقالها إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذن لا بني إسرائيل ولا غير بني إسرائيل فضلوا على أي بشر لي فقط لأنهم بنوا إسرائيل وإنما كان اختبار وامتحان لهم وقد رسبت بنوا إسرائيل مباشرة بعد الامتحان مباشرة عندما أساءوا الأدب مع أنبياء الله وأساءوا الأدب مع الله سبحانه وتعالى ووصل بهم الحد إلى قتل الأنبياء ألم تقل سورة البقرة في أكثر من مرة وفي سورة آل عمران ويقتلون النبيين ويقتلون الأنبياء فلم تقتلون أنبياء الله من قبل قتلوا أنبياء الله عز وجل وحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أي فكر وأي عقيدة إذا كنت أنت مفضل الأصل أن تكون عندك إخلاص عندك انتماء لمن فضلك لو كنت صادقا إذن هذا يا إخواني معنا الآية 47 من سورة البقرة وهذه مقدماتها لذلك لما بدأ الكلام في آية 40 قالوا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا واحد عن بيقول لك وآمن معناته أنت عندك مشكلة في الإيمان بما أنزلت مصدقا ولا تكونوا أولا كافر الله أكبر أنتم أول من يكفر هذه مصيبة إذن هذه مقدمات الآية وما بعد الآية كلها نماذج التفضيل ونماذج العتاب ذلك يا إخوة إذا أعطاك الله عز وجل فاعلم أن هذه الأعطيات إنما هي اختبار وإنما هي امتحان وإذا ابتلاك الله عز وجل بالسوء فاعلم أنها طريقة لأخذ خير ما عندك عندما يختبرك الله بمصيبة يريد أن يخرج منك خير ما عندك الصبر والاحتساب ذلك قلت وأختم بهذا السؤال جاءني سؤال يا أستاذ كيف نفرق بين الابتلاء إن كان عذابا من عند الله أو رفعا للدرجات يعني أنا واحد ابتلي فقد عزيز عليه فقد تجارة خسر فيه صفقة ابتلاء يا ترى هذا عقاب إلي ولا رفع درجات كيف بدي أعرف فقلت الإجابة على هذا كيف أنت ردت فعلك وفهمك للأمر الرياكشن تبعك فإن كانت ردة الفعل أنه اختبار ليرفع الله من درجاتك فسترين منك صبرا وتجلدا وإن أصبحت تعترض ويا رب ليش ما لقيتش إلا أنا ويا رب ليش ابتليتني ويا رب ويا رب فاعلم أنها عقوبة لذلك الفهم الفهم لعلاقتك بالله سبحانه وتعالى فلو كان الابتلاء عقوبة انظر كيف ابتلي أنبياء الله سبحانه وتعالى إذن أنت كيف ترى الأمر يكون بإذن الله عز وجل قال الحديث في الحديث أنا عنده ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء ظنوا بربكم خيرا ظنوا بربكم إن شاء الله أحسن الخير حتى تكون ردات أفعالنا خير ما عندنا كما جاء في الحديث إن الله إذا أحب عبدا استعمله إن الله إذا أحب عبدا استعمله يعني يضعك في مهمة لتخدم فيها دين الله وتخرج خير ما عندك فترفع بإذن الله درجاتك في الجنة عند الله سبحانه وتعالى لذلك واحد بيقول ما عليش طولت شوي لكن هذا الموضوع له علاقة في الأمر يا أخي بيقول والله من قادر آجع صلاة الجماعة وشو بيقول مش قادر آجي يعني مشغولين في الشغل وبتعرف الواحد بيسهر طول الليل وبنامش بدري فقلت له طيب شو لكن فكر فيها بطريقة مختلفة قال كيف قلت له مش يمكن أنت مش مأذون لك تيجي صفا شو مش فاهم عيدها قلت له مش يمكن أنت مش مأذون لك كيف يعني مش مأذون لي هلأ اللي بيجوا على الجماعة أذن لهم يعني استحقوا هذه النعمة أن يكونوا في بيت الله معناته أنت عندك شيء مش جاهز في عندك خلل معين لم ترقى لأن تكون من المدعوين لبيت الله سبحانه وتعالى مش حضرتك مش فاضي طيب ما كل الناس عندها ألار ما بتشغل الألار قرر تيجي أشوف إذن هذا كما قالت الآية وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ ما تفكر أنه أنت اللي مش فاضي لا أفكر فيها بطريقة فيها هز للبدن لا يكون أنا لسه مش مقبول عند رب العالمين أجي على بيته خليني أشوف كم مرة يقول إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الضالين لكن عندنا ظلم ظالمين عندك ظلم عندك شيء خلل معين أصلح ما بينك وبين الله لتكون إن شاء الله عز وجل من أولئك الذين يستعملون ويستخدمون في خدمة دين الله وفي خدمة بيوت الله وفي خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته ومصحفه وقرآنه ودينه ودعوته هذا شرف يا إخوة هذا شرف وبالتالي ليس الكل يستحق هذا الشرف إلا إن كان الله عز وجل قد اجتباه واصطفاه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفر نستغفره وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة